السلام عليكم. الفنانة شيرين ريدا. مين من انا ما بحبهاش? ما شفتش حد لغاية النهاردة بيقول انا ما بحبش شيرين ريدا. تحديدا الفنانة والممثلة والاستعراضية شيرين ريدا. بنت الفنان محمود ريدا. ما شفتش حد بيقول اللي انا مش بحبها. قبل فاهيتا عملت لها زي ما بيقوله غسيل ومكون. بس هي بناء على رغبتها. ابرز تصريحاتها في قبل فاهيتا بتحب واحد عنده خمسة وعشرين سنة. ومعها الاعدادية. الموضوع عنده الفجروا الدنيا وخلوها ترند رقم واحد على جوجل ترند. او على مؤشرات البحث في جوجل. الفنانة شيرين ريدا من الفنانات الجميلات جدا. اللي الناس كلها بتحبها. كله بيحبها. صغير وكبير. ستة كبيرة ستة صغيرة. محدش اختلف عليها خالص. ارقها شوية كانت يعني ايه فيها شوية آآ عنجهية فيها شوية آآ لا مبالاة بالناس خالص. حاجات زي كده. لكن ما علينا في الموضوع. من ابرز الحاجات اللي هي كانت آآ شيرين ريدا كانت آآ طلعت في فترة. والفترة دي كانت فيها آآ الناس كلها كانت بتهاجمها. لما قالت على الازان. انا لما بسمع صوت الازان بحس بالجعير. الجعير يعني اللي هو الصوت الوحش. بعد كده الفنانة شيرين ريدا. اول ما سمعت الحاجة دي برضو كان في احد الكلام ده كان في احد البرامج اللي هي صرحت به الكلام ده كل. وقالت ان المؤزن في الجامع صوته بيبقى جعير. بيبقى جعير كده. معرفش ايه بالزبط مش عارفين نقولها الوصف بتاعها. ولكن فيما معنى الوصف ان الوصف بتاعها انه صوت الرجل ده وحش وبتخاف من الازان جدا. والده اتقلبت عليها. لكن على طول مفيش ثواني ومفيش دقايق. رجعت تاني شيرين ريدا تصدر الساحة الفنية والاعلامية وفي كل الحاجات والناس نسيت هي قالت ايه? برضو من تصريحاتها اللي هي برضو كانت غريبة جدا. او مش غريبة جدا. في التجمع الخامس في فترة في معينة كانوا بقتلوا الحيوانات. الكلاب وتحديدا والحاجات دي كلها يعني. وقالت ان في الفترة دي اه في التجمع الخامس انتشرت التوريشة. التوريشة ده تعبان تعبان صحراوي. تعبان بيعيش في الصحراء بيستخبى كده تحت الرملة. وبعد كده بيبقى حجم صغير قوي تلاتين سنتي اتشين سنتي اتبان ده بيطير. المهم انتشر قوي في التجمع الخامس والاماكن اللي هي بعيدة شوية عن القائرة او التجمعات السكنية. والحيوانات في الوقت ده قتلوا الكلاب كلهم. شرطة المرافق. اه شرطة مش عارف ايه. البيئة. المجلس مش عارف. يعني قتلوا الكلاب كلها في الوقت ده. وراحت طلعه على التصريح قالت انتو اللي خليتوا التعبين والطوريشة والحاجات دي كلها التعبين تنتشر في التجمع الخامس. برضو ده كان التصريح ده قلب معها الدنيا كلها. درجة حبها للحيوانات كان كبير جدا لدرجة انها في مرة كانت رايح على احمد السقق زي ما بتقول كانت رايحها تفتر عنده. شافت ولد صغير معاه كلب صغير مسكه بحبل وربطه في رقابته وعمال يجره وقفت بالعربية بتاعتها نزلت الولد ادتهمله على دماغه. خادت منه الكلب فردة. بلطاجة. خادت منه الكلب. ودت الكلب لراعي الحيوانات الاول ممثل الكبير احمد السقق. شن رضا فقبل فاهيتا معرفش ازاي ان هي قدرت تقول الكلام ده. عفوا يعني كل واحد يقول اللي هو عايزه وكل واحد بيتحكم في افعاله وبتحكم في تصرفاته. ولكن لما بيكون فنان والفنان ده بيبقى محبوب ونفس الوقت بيبقى ليه جمهور وجمهور عريض جدا لازم بيبقى فيه كده شوية في الكلام. بمعنى اولا مش عيب ان انا يعني لازم نصحى الصبح كده نتنمر على واحد او واحدة مش اخدق الا اعدادية. ده ما فيهاش عيب يعني. مع احترام يعني. هو ممكن لمت معين في التعليم. ممكن يبقى نجح في مليون حاجة تاني لكن مش نجح في نقطة التعليم. يعني معها اعدادية معها ابتدائية مش فارق كتير. شرين رضا مواليد تمانية وستين يعني ده اتنين وخمسين تلاتة وخمسين سنة. تلاتة وخمسين زي بالزبط الفنانة اسمها ايه دي نهلة سلامة. نفس الكلام سنة واحد يعني. الظاهر كلهم بيبقى مجموعة كده باكدش واحد. المهم اه دي عندها تلاتة وخمسين سنة. ربنا اديها رب طلط العمر والصحة مش باين عليها خالص ربنا اديها طلط العمر والصحة ما شاء الله يعني الله اكبر عليها. اه ما علينا. اه معها الاعدادية او انها صرحت ان هي معها الاعدادية ده ما يعبهاش على فكرة. ولكن يعيب الناس اللي هما ممكن يتنمروا عليها او ان هما اه يقولوا عليها كلام ان هي مش معها مؤهل او 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 او. شرين رضا معها كزا لغة يعني احترام مش تفرق معها الشهادة اللي هي فيها يعني. ما احنا شايفين حمو وشايفين شطة وشايفين مش عارف مين وشايفين مش عارف ايه كل الحاجات وكل الاشتاجات اللي طالعة تعليم ايه اللي انتم بتتكلموا عليه. الناس دي هي المهم. اه دي شرين رضا. ده كان اول تصريح بتاعها اللي هي وغدا الاعدادية والدنيا ده رابط عليها. مش عارف مش هتفرق كتير واللهي. ما الناس دي بتاخد معاهد بفلوس. خمسين الف ومئة الف ومئة الف ومئة الف وت Light Premier وتلتمية الف وبتروح تاخد شهادة من برا. شهادة الدكتورية. يعني انت ممكن تروح رومانيا مسلا تاخد شهادة بعشر تلاف دولار مسلا. مئة الف جنيه. مسلا يا بقيمة انها بخمسين الف جنيه. تروح هناك وتيجي تبقى دكتور فلان الفلاني قد شهادة من رومانيا. تعرف حاجة عن المية الليفتو او مية البطيخ او الدكتور او ان انت كطب يعني ولا اي حاجة ما يتبطيخ. ما علينا. الشهادة يعني مش هي المشكلة ومش هي الموضوع بتاع التنامور. دي رقم واحد. رقم اتنين. صرح التصريح غريب قوي يعني محترامي تبا. اذا بوليتم فستطروا. يعني يعني في حاجة خبي او في حاجة ما تقوليش. لكن ما عرفتش الظاهر ان هما في البرنامج ده بيتفاعوا فلوس كتير قوي. فقال التصريح غريب قوي او تصريح زي ما هي قالتو. وما بقولش فيه ان هو عيبة الله حرام ما ليش دعوة برضو. قال اهو انها بتحب واحد عنده خمسة وعشرين سنة. والمعاكسة الوحيدة اللي جابت لها. اللي هو دخل لها الولد شاب دخل لها. قال لها انا عايز اتجوزك عنده خمسة وعشرين. قال لها انا عندي خمسة وعشرين سنة. واعز ارتبط بيك واتجوزك. قالتها كده صراحة انا ما تجوزتوش. ولكن انا بحب وعايش قصة حب معاه لغاية دلوقت. مش عارف انا اقول لك ايه يعني. يعني تحديدا في التصريح زي كده يعني. انا متكلمش في السن خالص على فكرة. اللي يحب واحد عندها تبانين. اللي يحب واحد عندها سبعين. اللي تحب واحد عنده مليش فيه خالص. ده السن ده ما بتفرقش. بتبقى مجرد ارقام على ورق. لكن في الحاجات دي بتبقى فيها حاجات تاني بتتحسب حسابات تانية كتير قوي. يعني ما بنتنمرش خالص او ما فيش تنمر في الموضوع ده نهائيا. ولكن هي بس الغريبة شوية تمام? ان انت فنانة ومحبوبة. وكثير كان بيرغب فيكي للجواز وانتي كنت بترفضي. اكتر حاجة برضو كانت من الحاجات اللي هي شهرت او اللي هي كانت معلمة في السوشيال ميديا في وقت معين. قالوا هي ان الفنانة آآ شنين رضا في احد الفنادق المشهورة اتخانقت مع بتوع الامن علشان حد كان هيطلع لها الفندق والموضوع كان مفجر ضجة لا تتخيلوها. لدرجة ان هما قالوا كلام عليها برضو ما نتخيلوش. اللي عايز يدور في الكلام ده او يشوف صحيته من عدمه. يرجع للكلام ده اللي قبل كده هيعرف عملت ايه في الراجل بتاع الفندق او العامل الامن بتاع الفندق اللي مرضيش طلع لها ضيف عندها جوه الفندق. وقالوا ده صاحبها والدنيا كلها اتقلبت عليها في الوقت ده. لكن اعتقد لو هي في الفترة دية كانت يعني مع احترامي يعني يعني الوقت غير الوقت. دلوقتي السوشيال ميديا مش ساب النملة تعدي. فمع احترامي لو كانت حصلت دلوقتي كانت شرين رضا اتحط عليها. ما علينا. اه زي ما احنا بنقول اه ابلافاهيتا انا ما عرفش بصراحة يعني بيدو كان في البرنامج ده علشان يقولوا الاسئلة دي. يعني امبارح او اول امبارح بنشوف نهلة سلامة بتقول كلام غريب جدا. وقابلها رانيا يوسف بتقول برضو كلام اغرب واغرب واغرب. يعني كلام غريب جدا يعني. ابلافاهيتا دي جايبهم الارض. بغرض الضحك. احنا انا بضحك وبهزر وبنعمل كل حاجة. ولكن التصرحات اللي هي قالتها الفنانة شرين رضا كان لها اثر عجيب جدا. الفنانة شرين رضا على فكرة اتجوزت اه عمرة دياب وهي عندها ع 21 سنة. هي موليد 68 زي ما قلنا. اتجوزت بعد كده عمرة دياب تسعة وتمانين. سنة تسعة وتمانين. يعني وعندها عشرين واحد وعشرين سنة. اتجوزته قاعدت معها سنتين من تسعة وتمانين او تلات سنة تسعة وتمانين لغاية سنة اتنين وتسعين تلاتة وتسعين. اتجوزت عمرة دياب في الفترة دي. وكان وقتها تحديدا كانت عايشة في امريكا. باباها محمود رضا الفنان الكبير الفنان الاستعراضي ودها امريكا. لكن خاف بعد كده ان هي تقعد في امريكا وما تجيش تاني فقال لها تعالي وانها هعملك فوزير. جت تعمل فوزير وتعرفت على عمرة دياب في سنة في سنة صغيرة. وعملت معا اعلان بعدها على طول اتجاوزها وارتبط بيها. وعندهم ابنتهم من نور نور. بنت عمرة دياب وبنت شرين رضا. شرين رضا ما بتكرهاش عمرة دياب وكتير قوي الناس بتتكلم عليها الغد دلوقتي لكن هي علاقة وانفصلت وخلصنا على كده هو. مش محتاجين نرجع لها تاني. اه انا واحد من الناس انا بعشح شرين رضا. ده ده امر امر يعني مفروغ منه. وكتير مننا بيحب شرين رضا. مش هننتسى المسلسل الاخراني بتاعها كان جامد جدا اللي هو فوق مستوى الشبهات. اعتقد ان هي تعرفت على الشاب الخمسة وعشرين سنة ده. برضو بالزبط زي ما انا اجلاء الممثلة تعرفت على الشاب اللي هو صغير في نفس الوقت ده. في اه في المسلسل بتاع فوق مستوى الشبهات. انا مش عارف اقول ايه شابو مسلا الاسئلة دي ولا ولا اقول لهم انتو انتو مجانين اللي انتو بتقولوا اسئلة زي كده او بتردوا على ردود زي كده. اه في المجمل شرين رضا في ان انا جميلة واحنا كلنا بنحبها. لكن عشان تصحى الصبح تصدر تصدر قوائم البحث في مؤشر جوجل انتو سايبين حاجات مهمة جدا. وانتو رفعين اه اسئلة زي كده. خلي بالكم مشترين رضا هي اللي رفع الموضوع ده. احنا اللي بنعمل الموضوع ده. او احنا اللي بنرفع الحاجة دي. انه عشان تلاقي ان فيه في مؤشر جوجل رقم واحد في شرين رضا. والكلام الكلام اللي هي قالته في ضيحت اه في ضيحتها الاعدادية. او ان هي مش معها الاعدادية او اللي هي اه بتحب واحد عنده خمسة عشرين سنة. احنا على فكرة اللي بنكبر الموضوع بنكبر الموضوع بيبقى تريند بيعلى في السماء او ان هو بنزل في الارض او اللي احنا هنطنص عليه. اه انا مش شايف الاسئلة دي بصراحة لها اي لازمة في الدنيا كلها. شوية ناس بتضحك. بس يعني الظهر اللي احنا داخلين على مرحلة اه 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 اتكلم في كل حاجة مباحة وما يهمكشي واخد فلوس زي ما انت عايز. اعتقد كده. المرحلة اللي احنا داخلين فيها دلوقتي بتاعت السوشيال ميديا. ربنا يصدر على اللي جاي. ما نعرفش بقى الدنيا فيها ايه? اعتقد ان الاسئلة اللي جاية تبقى اكثر وقاحة. علشان تتصدر التريندات. واعتقد بعد كده اللي احنا هنقول مواضيع كتير قوي. وفي مواضيع تكتم عليها. وما ظهرتش. اعتقد ان هم هيجيبوا النجوم دي تاني. ويتفعلوهم فلوس علشان يقولوا اسرار. اسرار كبيرة قوي. زي ممسلات كتير قوي. اللي اعتقدت ادابه. واللي اتمسكت مش عارف فين. واللي اتعملت ايه? واللي جزها مش عارف ايه. اعتقد ان الفلوس هتجيبهم تاني. وتخليهم يتكلموا في مواضيع تخش تريند تاني. صباح الفولي.